قبل ما أقول موضوع زيادة الوزن عند الأطفال عايز أقول لكم أنه عادة بتكون المشكلة بالعكس يعني إيه عادة بتكون المشكلة بالعكس يعني الناس يكون عندهم مشكلة حقيقية أن ابنهم فعلا وزنه أقل من الطبيعي أو وزنه ضعيف زي ما حضراتكم بتقوله أو أن يكون الأمر مجرد تصورات يعني إيه مجرد تصورات يعني كتير جدا من الأمهات والحياة الأمهات والأباء برضو عشان مظلمش يعني الأمهات بس كتير جدا من الأباء والأمهات يبصوا لولادهم كده يقول لك إيه وزنه أكيد مش كويس ليه يا عم بتقول كده أو ليه يا ستة كل بتقولي كده تقول لك أصل هو يعني مفروض يبقى شادد عن كده شوية أو بتاع ده إيه إسمه إيه اللي أنا بعمله حالا ده الأداء اللي أنا بعمله ده اسمه انطباع اسمه تصور اسمه احتمال ما سموش حقيقة طبية ما سموش معلومة المعلومة إن الطفل ده يتحط على الميزان نقوم نوزنه يطلع لنا رقم نقوم نرجع بقى لمعلومات عندنا آه طيب هو بقى عمره قد إيه عمره كذا يبقى المفروض وزنه قد إيه من كذا دي هقول لكم يعني فيه حاجة اسمها معادلة الوزن معادلة الوزن دي زي ما أنا قلت مرارا وتكرارا قابلة للتطبيق حتى عمره خمس سنوات لغاية لما الطفل يبقى عنده خمس سنين خلاص ومعادلة الوزن دي بتدينا هي طبعا مش أكيرت أو مش دقيقة مية في المية لكن بتدينا تصور عام عن الوضع الخاص بالطفل في ناحية الوزن يعني إيه نقول الأول المعادلة المعادلة بتقول إيه إن عشان نعرف وزن الطفل خلاص المثالي في عمره يعني قبل بقى ما نوزنه بنقول إيه عمر الطفل بالسنين بنضربه في اتنين وبنزود عليه تمانية عمر الطفل بالسنين في اتنين زي التمانية يعني لو خدنا مثلا طفل عنده اربع سنين يبقى عمر الطفل بالسنين أربعة في اتنين يبقى كام؟ تمانية نزود عليه تمانية يبقى 16 يبقى الطفل اللي عمره أربع سنين خلص الأربع سنين يعني قرب نهاية السنة الرابعة أو خلص السنة الرابعة يعني هلاز بقى ابتدهه في السنة الخمسة خلص السنة مش في بدايتها خلوا بالكم لو في بدايتها يبقى عنده تلات سنين خلاص يبقى عمر الطفل اللي هو عنده أربع سنين في اتنين زائد تمانية يبقى عمره 16 كيلو يبقى ده الوزن الطبيعي او الوزن المثالي وفيه فرق ما بين الاتنين خلاص كده طيب خلاص خلصنا يبقى ده الطفل اللي خلص السنة الرابعة المفروض وزنه المثالي يكون 16 كيلو جبناها ازاي العمر بالسنين في 2 زا 8 نقوم نشوف بقى طفلنا احنا شخصيا او طفلتنا نحطهم بقى الميزان في البيت لو عندنا ميزان خلاص الصيدليات كتير جدا فيه منها كل اغلب الصيدليات عندهم الميزان لما نروح حتى للدكتور نبقى عارفين والدكتور او سواء التاقم التمريدي يعني بيقاموا بعملية وزن الطفل قبل ما يدخلوا عند الدكتور او حتى في مكان الكشف يعني الطبي يبقى الطفل بقى اللي عمره 4 سنين وزنه المفروض يكون 16 لما حطناها على الميزان لقناها كام لقناها 15 ونص يبقى فارق عن الوزن المثالي نص كيلو لقناها 13 يبقى فارق عن الاقل من الوزن المثالي 3 كيلو لقناها 18 يبقى زياد عن الوزن المثالي ب2 كيلو فهمته قصدي يبقى لازم يبقى عندنا حاجة اسمها ايه reference مرجع حاجة نقيس عليها مش احنا لما بنعمل اي تحليل اي تحليل بنعمل تحليل مثلا سورة دم فبنشوف نقذبت الهيموجلوبين فنلاقي النسبة طالعة ايه 13 و7 من 10 فنقوم نبص على طول في مين التحليل الطبيعي من كام لكم من كذا لكذا عشان اعرف انا طبيعي ولا مش طبيعي عشان اعرف انا في اني رينج تحليل السكر تحليل انزيمات الكبد وزائف الكيلو صحي كده الوزن زيهم يا جماعة خلاص